الحقيقة يعني موضوع قطاع غزة ده وموضوع ما يحدث في يعني الحرب والإبادة اللي موجودة في القطاع أنت كل يوم يعني كل ما بتتابع يعني لا يتوقف هذا الاحتلال أبدا يعني ولا تتوقف الجرائم ولا تتوقف العقلية الإسرائيلية أصلها لم تتغير يعني لو أنت بسيت على القضية الفلسطينية من 75 عام أنت تتعامل مع نفس العقلية من بن جوريا لنتانياهو إحنا في نفس العقلية لا شيء يتغير بيواصل جرائمه للأسف ومازال بيواصل طول الوقت زي ما احنا متابعين مع قطاع غزة ما بيرحمش لأطفال ولا مسنين والممارسات الإجرامية الحقيقة يعني وصلت لاستهداف سيدة مسنة فلسطينية اسمها الحجة هادية والحجة هادية سيدة لطيفة جدا زي ما انتم شايفين كده على الصورة وهي يعني الحقيقة يعني 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 تنفع تبقى أمك ولا ستك ولا يعني تخيل هذه السيدة اللطيفة واللي هي يعني يعني هي أقدم هي طبعا يعني متابعة القضية الفلسطينية وهي أقدم من الاحتلال هي بتقول نفسها أنا عمري أقدم من الاحتلال خصوصا أنها تولدت سنة 44 قبل النكبة بأربع أعوام فهي عاشت وشافت فلسطين وشافت فلسطين الحرة الحلوة فطبعا قالت يعني قوات الاحتلال دي يعني للأسف مش هتصدقوا قتلت الحجة هادية وقامت الحقيقة بقصف بيتها علشان طبعا يعني تنضم الحجة هادية الستة الطيبة الجميلة دي تنضم إلى يعني إلى الشهداء في غزة على مدى الشهرين اللي احنا شايفينهم الفيديو اللي انتوا شايفينه دول أهلها هم بيتكلموا معاها وهم بيحكوا وطبعا يعني السيدات الفضليات المسنات من أهلنا في قطاع غزة شهدين وعارفين وفيه أصالة والستة مبتسمة بتتكلم يعني مش معقول هذه الممارسات اللي يعني لا تتوقف ولا تنقطع أبدا عارفين الأغنية الشهيرة فيه أغنية كده على طول بتتزاع لهو يعني عن فلسطين وطول الوقت بيرددوها الشباب الصغيرين يعني من أيضا السيدات المسنات هم اللي حفظين التراث بتاعهم وهم اللي بيقولوا التراث بتاعهم يعني اللي هو شدوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم فالستة برضو كانت بيتحابل في الفيديو تشد دعم أهلها وتشد دعم أولادها وأحفادها